المحاضرة الثانية من كتاب الملحمة الحسينية لمرتضى المطحر المحاضرة الثانية بعنوان عوامل التحريف يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلى آخره ويذكر آية قرآنية فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به لقد قلنا فيما مضى أن التحريف قد أصاب واقعة عشراء سواء من النوع اللفظي أو النوع المعنوي وإن هذا التحريف قد تسبب بفقدان هذه الوثيقة التاريخية وهذا المنبع التربوي العظيم لتأثيره المطلوب أو الحد منه كثيرا بل وفي بعض الأحيان إلى إحداث تأثير معاكس للغرض الأساسي وإنه ينبغي علينا جميعا أن نطهر وننزه هذه الوثيقة التاريخية المقدسة من التحريفات التي لوثتها وفي هذه الليلة سيتناول بحثنا دوافع التحريف ومن ثم سنتعرض إلى التحريف المعنوي للواقعة في المحاضرات القادمة تحت عنوان عوامل التحريف يقول مرتضى المطهري إن دوافع وأسباب التحريف نوعان وهما أولا عوامل عامة أي تلك البواعث التي تكون سببا لحصول التحريف في التاريخ البشري بشكل عام وهي لا تخص واقعة عاشراء بالذات وعادة ما تكون أهداف العدو سببا في حصول التحريف للحوادث المختلفة عبر العصور فحتى يتمكن العدو من تحقيق أهدافه والوصول إلى مراميه تراه عادة ما يتوسل إيجاد التغيير والتبديل في سير حوادث التاريخ وإذا لم يتبع ففي تفسير وشرح حركة التاريخ بما يتلاءم ووجهة نظره المفترض وهناك أمثلة كثيرة على ذلك ليس مجال ذكرها هناك لكنني أؤكد بأن حادثة كربلا كان لها نصيب أيضا من هذا العامل أي أن الأعداء صمموا منذ البداية على تحريف وتزييف النهضة والثورة الحسينية هذا ما قاله مرتضى مطهر ويضيف وكما هو متداول ومتعارف عليه في العالم بأن الأعداء يسرعون باتهام الثورات المقدسة بالإفساد والإخلال والدعوة إلى الفرقة وإيجاد الاختلاف فإن الحكومة الأموية بذلت كل جهدها لإضفاء هذا الطابع على النهضة الحسينية فمنذ اليوم الأول كانت الدعاية المضادة قد وضعت هذا الهدف نصب عينيها وعندما وصل مسلم بن عقيل إلى الكوفة كتب يزيد إلى بن زياد طالبا منه التحرك نحو الكوفة وقائلا له بأن مسلم بن عقيل قد قدم إلى الكوفة بهدف الإضلال والإفساد وإيجاد الاختلاف بين صفوف المسلمين ولذلك فإنه ينبغي عليك قمع هذا التحرك وبعد اعتقال مسلم وجلبه إلى دار الإمارة فإن أول كلام قاله بن زياد لمسلم هو يبن عقيل ما الذي أتى بك إلى هذه المدينة لقد كانت المدينة قبل قدومك آمنة مطمئنة وقد جئت إليها لخلق الفتنة وبث الفرق والدعوة إلى التمرد والعصيان لكن مسلم رد عليه بالطبع ردا شجاعا إذ قال له قبل كل شيء أقول لك بأن مجيء إلى هذه المدينة لم يكن برغبة مني لم يكن برغبة مني بل بطلب من أهلها ثم إن الناس قد كتبت في رسائلها أيضا بأن أباك زيادا عندما كان واليا على الكوفة قتل صلحاءها وسلط أشرارها علينا ولم يترك ظلما أو إجحافا إلا ارتكبه ومارسه ضد الناس ولذلك فإنهم دعونا لإقامة العدل وقد جئنا لتحقيق هذا الهدف إذن الحكومة الأموية مارست أنواع التحريف المعنوي في هذه الواقعة لكن التاريخ الإسلامي رغم ذلك كله لم يتأثر بتلك التحريفات إذ إنك لا تجد مؤرخا أو مفكرا واحدا يرى والعياذ بالله بأن نهضة الحسين بن علي عليه السلام لم تكن نهضة محقة أو أنه قام بهدف أو بهدف بث الفرقة وإيجاد الفتن وزرع الاختلاف أبدا فالعدو لم يتمكن من تحريف واقعة كربلا ففي واقعة كربلا ينبغي القول وللأسف الشديد بأن كل أنواع التحريف التي حصلت إنما حصلت من جهة الأصدقاء والمحبين العامل الثاني الباعث أو العامل الثاني للتحريف يكمن في الواقع في حب البشر وميلهم لخلق الأساطير وهذا أمر يتكرر في كل تواريخ العالم فالبشر على العموم يمتلكون حس عبادة الأبطال وتقديسهم الأمر الذي يدفعهم إلى خلق الأسطورة من أبطالهم القوميين أو الدينيين والدليل الواضح على ذلك ما يتداول بين الناس من أساطير متعددة حول ابن سينا وشيخ البهائي لا شك في أن ابن سينا كان نابغ من نوابغ عصره وأنه كان يمتلك من القوى الروحية والجسمية الخارقة العادة إلا أن ذلك بحد ذاته كانت دافع لدى الناس لخلق الأساطير حوله فمثلا يقال إن ابن سينا رأى مرة رجلا يمشي على بعد فرسخ منه فقال انظروا إلى ذلك الرجل فإنه يأكل خبزا مغمسا بالسمنة ولما سألوه وكيف عرفت أنه يأكل خبزا مغمسا بالسمنة قال إنني رأيت البعوض يحوم حول خبزه مما يعني بأن الخبز الذي يحمله مغمس بالدهن وهنا تظهر بوضوح ملامح الأسطور على تلك الحكاية لأن الذي يرى البعوض من على بعد فرسخ يستطيع رؤية السمنة التي تغطي الخبز دون عناء يذكر أو أن يقال بأن ابن سينا لم يستطع مذاكرة دروسه في الليل في الفترة التي كان يتابع فيها دراسته في مدينة أصفهان وذلك بسبب أصوات طرقات النحاسين في مدينة كاشان طبعا مدينة كاشان تبعد مئات الكيلومترات عن أصفهان وعندما ذهبوا ليجربوا الأمر وطلبوا من النحاسين في كاشان عدم ممارسة أعمالهم في إحدى الليالي قال ابن سينا أنه بالفعل قد تمكن من مذاكرة دروسه ومن ثم استسلم لنوم هادئ في تلك الليلة إنها الأسطورة بشكل أو بكل وضوح وقد حصل نفس الشيء بالنسبة للشيخ البهائي فاختلاف الأساطير أعتقد اختلاق اختلاق الأساطير أمر لا ينحصر في واقعة عشراء فالناس تستطيع قول أي شيء تريده عن ابن سينا دون أن تلحق الضرر بأي أحد أو أي مكان لكن الأفراد الذين يمتلكون شخصية طليعية والذين تعتبر أقوالهم وأعمالهم ونهضتهم وثورتهم سندا وحجة ووثيقة تاريخية لا يجوز تحريف أحاديثهم ولا شخصيتهم ولا تاريخهم فما أكثر الأساطير التي اختلقناها نحن الشيعة انتبه لهذا الكلام فما أكثر الأساطير التي اختلقناها نحن الشيعة عن أمير المؤمنين علي عليه السلام علامة تعجب أن يكون علي عليه السلام رجلا خارقا للعادة أمر لا يشك به أحد كما أنه لا جدال حول شجاعة علي فالصديق والعدو يعترفان بشجاعته الخارقة للعادة ولم يشترك علي عليه السلام في أي معركة ولا نازل بطلا من أبطال المعارك إلا صرعه وهزمه شر هزيمة ولكن هل يكتفي ويقنع أصحاب الأساطير وصناعها بهذا المقدار أبدا فعلى سبيل المثال على سبيل المثال قالوا بأن علي عليه السلام عندما اشترك في معركة خيبر ونازل مرحب الخيبري وهو من الأبطال المعروفين جدا بشجاعتهم الخارقة وكما يذكر المؤرخون بأنه ضربه بالسيف ضربة قسمته إلى نصفين بين قوسين يقول المرتضى المطهر وأنا بدوري لا أدري هل كان النصفان متساويين انتهى فقد أوحى الله سبحانه وتعالى يكمل إلى الملك جبريل بالنزول إلى الأرض ووضع جناحيه تحت سيف علي حتى يخفف من وقع الضربة ويمنع بالتالي من أن تنشق الكرة الأرضية إلى نصفين وتموت الأبقار والأسماك والحيوانات وأنه حصل بالفعل أن نزل جبريل إلى الأرض ووضع جناحيه تحت السيف الأمر الذي منع عن شقاق الأرض لكن ضربة علي قسمت مرحب إلى نصفين متساويين تماما وأنه لو وضع كل نصف في كفة ميزان لم اختلف بشعرة واحدة بالوزن والأدهى من ذلك بأن جبريل قد جرح بسبب تلك الضربة مما أدى إلى مرضه أربعين يوما الأمر الذي أخر صعوده إلى السماء على كل تلك المدة ولما صعد إلى السماء وسأله ربه أين أنضيت تلك الأيام الأربعين قال ربي إنك أمرتني بالنزول تحت سيف علي وقد فعلت ولما كنت قد جرحت من جراء تلك الضربة فإنني كنت أداوي جراحي كل تلك الفترة استغفر الله رب العالمين والتفن في سرد الأساطير وتطويرها لم يقف عند حد فهذا يقول بأن سيف علي قد نزل على مفرق مرحب وشقه إلى نصفين ثم استوى على النصف من مقعد حصانه بالكمال والتمام وآخر يقول بأنه ما أن سل علي سيفه حتى كان مرحب قد صار نصفين دون أن يدرك مرحب نفسه أو نفسه ما حل به وأنه صار يسأل عليا وهو في تلك الحالة وهل هذه هي كل قوتك يا علي؟ وهل هذه هي كل بطولتك يا علي؟ فقال له علي حرك نفسك يا مرحب فما كان من نصفيه المشقوقين إلا أن وقع على الأرض يقول الحاج نوري هذا الرجل العظيم في كتاب هذا القول المرتضى مطهر طبعا في كتابه اللؤلؤ والمرجان بعد أن ينتقد هذه الاختلاقات والأساطير الخيالية يقول بأنهم كتبوا عن اشتراك أبو الفضل العباس في معركة صفين حيث أن أصل اشتراكه في هذه المعركة ليس محسوما أعتقد وإن صح اشتراكه فيها فإن ذلك يكون قد حصل وهو صبي في سن الخامسة عشرة وإنه قد رمى بالرجل الأول إلى الهواء بضربة سيفه ثم ألحقه بالثاني والثالث وهكذا حتى الثمانين بسرعة فائقة للغاية بحيث أنه لما رمى الرجل الثمانين كان الأول لم يزل في الهواء وهكذا شرع في شقهم إلى نصفين ابتداء من الأول إلى الثمانين في المرحلة اللاحقة من الضربات السريعة المتلحقة حقا إن هذه التحريفات التي حصلت في واقعة كربلاء سببها وجود حس الأسطورة لدينا يقول الأوروبيون إن تاريخ الشرق مليء بالمبالغات والأساطير وهذا صحيح فعندما يتحدث مل أقا الدربندي مثلا عن كربلاء كما ورد في كتابه أسرار الشهادة بأن عدد الخيال في جيش عمر بن سعد كان يبلغ ستمائة ألف خيال وإن المشات كانوا يناهزون المليون شخصا فهذا يعني أن جيش عمر بن سعد قد بلغ المليون وستمائة ألف شخص من أهل الكوفة فما أكبر الكوفة آنذاك حتى يكون جيش بن سعد بهذا الحجم فالكوفة كانت مدينة حديثة التأسيس آنذاك ولم يكن قد مضى على تأسيسها سوى 35 عاما عندما أمر بذلك عمر بن الخطر وقد كان الهدف من إيجادها عسكريا حتى يكون هناك مركز نظامي للمسلمين قرب الحدود الإيرانية ولم يكن معلوما في ذلك الوقت هل بلغ تعداد سكان أهلها المائة ألف أم لا فهل يعقلوا إذن أن يجتمع من أهلها ذلك العدد الخيالي ومن ثم أو من ثم يقتل منهم الحسين لوحده ثلاثمائة ألف إنها قصة لا تناسب العقل بتاتا وبالتالي فإنها تفقد الواقعة تفقد الواقعة قيمتها التاريخية ينقل في هذا المجال أن أحدا كان يبالغ كثيرا بشأن كبر حجم مدينة هرات حيث كان يقول إن هرات كانت كبيرة جدا في يوم من الأيام ولما سأله وكم كانت كبيرة مثلا قال في وقت واحد كان عندنا في المدينة واحد وعشرون ألف طباخ أعور اسمهم أحمد فتصوروا كم هو عدد سكان المدينة ومن ثم كم هو عدد الطباخين الذين اسمهم أحمد وبالتالي كم هو عدد العوران في المدينة حتى يمكننا تعداد واحد وعشرين ألف طباخ أعور اسمه أحمد في مدينة هرات إن حس صناعة الأساطير يستطيع فعل الكثير ولا يجوز لنا أن نسلم أمر مثل هذه القضية التاريخية الهامة لأيدي صناع الأساطير فإن فينا أهل بيت في كل خلف عدولا ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين هذا حديث طبعا بالنسبة إلى قضية مدينة هرات وامثالها فليقل المبالغون ما يريدون قوله ولكن بالنسبة لواقعة تاريخية مثل واقعة عشراء تلك الحادثة التي نحن مطالبون بإحيائها سنويا باعتبارها مدرسة تربوية وعقائدية حية فهل يجوج السماح بتسريب كل ذلك الحس الأسطوري والقصص الخيالية إلى مثل هذه الواقعة البالغة الأهمية العامل الثالث وهذا هو العامل الخاص فالدافعان السابقان اللذان تطرقنا إليهما آنفا أي العداوات التاريخية وتحريضات العدو من جهة ومن جهة أخرى حس صناعة الأسطورة لدى البشر عموما فإنهما يتكرران في كل تواريخ العالم لكن الأمر بالنسبة لواقعة عشرة لا يتوقف عند هذين الدافعين وهناك دافع خاص كان هو الآخر سببا في تسرب التحريف والتزوير إلى هذه الواقعة التاريخية إن تعليمات أئمة الدين منذ زمن النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم ولا أئمة الأطهار عليهم السلام جميعا تؤكد علينا بضرورة إحياء اسم الحسين بن علي عليه السلام وتجديد عقد الولاء معه سنويا وذكر مصيبته كل عام لماذا؟ وما معنى هذه التعليمات التي وضعها لنا الإسلام؟ ولماذا كل هذا الاهتمام من قبل أئمة الدين بهذا الموضوع؟ ولماذا كل هذا الترغيب والتشجيع لزيارة الحسين من علي عليه السلام؟ هذا السؤال قال له مرتضى مطهر يجيب عن هذا يجب علينا التدقيق جيدا بهذه الأسئلة قد يقول البعض بأن الهدف من وراء ذلك كله مواساة سيدتنا فاطمة الزهراء أليس أمرا مثيرا للسخرية؟ فهل تحتاج الزهراء إلى المواساة؟ بعد مرور 1400 عام على المأساة في الوقت الذي نعلم فيه جميعا بأن اجتماع الحسين الشهيد والزهراء البتول أمر ينص عليه قول الحسين عليه السلام نفسه وهو من ضرورات الدين أيضا فما معنى مثل هذا الكلام إذن؟ وهل أن فاطمة الزهراء عندكم طفلة صغيرة؟ حتى تظل تلطم وتبكي بعد 1400 عام حتى نأتي نحن لنعزيها ونأخذ بخاطرها؟ هذا هو الكلام الذي يخرب الدين فالحسين عليه السلام أسس مدرسة عملية في الإسلام والحسين بن علي نموذج عملي للثورات الإسلامية والتعليمات الدينية الواردة إلينا بهذا الشأن تهدف إلى المحافظة على هذه المدرسة الحية والأئمة أرادوا بذلك أن يطل علينا الحسين كل عام بنداءاته الحلوة والبليغة والحماسية وينادينا بأعلى صوته ألا ترون أن الحق لا يعمل به وأن الباطل لا يتناهى عنه ليرغب المؤمن في لقاء الله محقة وينادي بنا الموت أولى من ركوب العاري ولا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برمة لتبقى هذه النداءات حية إلى الأبد كما أرادوا لنا أن نحيي أقوال الحسين الأخرى مثل خط الموت على ولد آدم مخط القلادة على جيد الفتاة وهيهات من الذل نعم إنهم أرادوا لمثل هذه المواقف التاريخية أن تبقى حية إلى الأبد حيث يقف ذلك الرجل بكل شجاعة أو بكل شجاعة الرجال الذين لا يعرف لهم التاريخ ندا ولا نظيرا أمام ثلاثين ألفا من الرجال في وقت يعاني منه أهله وعياله أشد المعاناة ليصرخ بوجه العدو قائلا ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين بين السلة والذلة وهيهات من الذلة يأبى الله ذلك لنا ورسوله والمؤمنون وحجور طابت وطهرت لقد أراد منا أئمتنا أن تظل مدرسة الحسين حية أن تبقى التربية الحسينية حية وأن تنفخ روح الحسين في هذه الأمة ومن ثم تشع على الأطراف هذه هي فلسفة الحسين المشرقة ومعالمها واضحة لا تحتاج إلى التبيان فلا تدعوا إذن لواقعة عاشوراء أن يصيبها الصدأ أو تدخل عالم النسيان فحياتكم وإنسانيتكم وشرفكم مرتبطة كلها بهذه الواقعة إنكم تستطيعون الحفاظ على الإسلام بهذه الطريقة وتحيون تعاليمه بالمدرسة الحسينية لقد أراد لنا أئمتنا الأطهار أن نحيي مجالس العزاء الحسينية وهذا أمر صحيح إن فلسفة إقامة مجالس العزاء الحسينية فلسفة صحيحة ورفيعة المعاني والغاية وكلما بذلنا من الجهود في هذا السبيل شرط أن نحدد أهدافنا من وراء الكلمة ممسوحة فإننا نكون قد مضينا على الطريق الصحيح ولكن للأسف الشديد فإن البعض لم يدرك هذا المعنى وصاروا يتصورون بأن الاجتماع في تلك المجالس والبكاء على الحسين عليه السلام بحد ذاته دون التعرف على أهداف المدرسة الحسينية والتعرف على فلسفة النهضة الحسينية ومعرفة شخصية الحسين التاريخية يكفي ويكفر عن الذنوب يذكر الحاج نوري في كتابه اللؤلؤ والمرجان بأن البعض يقول بأن إقامة المجالس الحسينية والبكاء على الحسين فيه من الثواب الكثير بحيث يمكن للمر أن يستخدم هذه الوسيلة للتكفير عن كل ذنوبه وهذا الأمر يذكرنا بالمدرسة أعتقد الميكابلية نمسو حلسة نعم الميكابلية المعروفة اليوم تحت الشعار الغاية تبرر الوسيلة فما دامت الغاية جيدة فلا بأس كلمة منسوحة مهما نوع الوسيلة المستخدمة أعتقد لا ضيرة في نوع الوسيلة المستخدمة وهكذا يحرف هذا البعض أهداف المدرسة الحسينية عندما يقولون ما دام الهدف مقدسا ومنزها وهو البكاء على الحسين وهو لا شك أمر جيد وينبغي أن يحصل ولكن ما هي وسيلة البكاء أي وسيلة كانت ما دام الهدف مقدسا فليس مهما إذن نوع الوسيلة المتبعة سواء أكانت التعزية مختلقة أو كانت مهينة لمدرسة الحسين وشخصيته التاريخية أكانت صحيحة أو لم تكن المهم أن يحصل عمل البكاء وتسيل الدموع وهذا أمر يكفي بحد ذاته كتبرير أو كوسيلة أن نستخدم الزمارة في العزاء ونضرب بالطبول أو نرتكب المعاصي أو يلبس الرجال ملابس النساء أو أن نمثل عرس القاسم في عاشراء أن نحرف ما شئنا ونزور ما استطعنا كل هذا ليس مهما فمن أجل ثواب الحسين يجوز فعل ما لا يجوز فعله في المقامات الأخرى فالكذب والتزوير والتحريف والتمثيل وإلباس الرجل لباس المرأة كلها أمور مسموحة ومبررة وكل معصية ترتكب هنا قابلة للغفران فالهدف الأعلى هدف مقدس فكان نتيجة كل هذا أن دخل التزوير والتحريف على هذه القضية المقدسة بشكل غير معقول قبل حوالي خمسة عشر عاما وأثماء زيارة لي لمدينة أصفهان التقيت هناك بالعالم الكبير المرحوم الحاج الشيخ محمد حسن نجف أبادي أعلى اللهم قبل وقلت له آنذاك قصة التعزية الحسينية التي كنت قد سمعتها لتوي في المدينة وكانت قد أثارت استغرابي بشكل مثير للغاية لا سيما وأن قارئ التعزية كان من المدمنين على شرب الترياق طبعا الترياق هو نوع من الحشيشة المخففة هذا بالهامش وشرحت لعالمنا المذكور قدرة ذلك القارئ على إبكاء الناس بكاء شديدا وذلك من خلال نقله لقصة امرأة عجوز عاشت في زمن المتوكل وكانت تريد زيارة قبر الإمام الحسين عليه السلام الأمر الذي كان محظورا على الناس آنذاك بل إن فاعلها كان يتعرض لقطع اليدين إلى ما هناك من التفاصيل حتى وصل إلى الفقرة التي ذكر فيها بأن جند المتوكل ألقوا بتلك العجوز في البحر الأمر الذي دفع بالعجوز في تلك الحالة إلى الندائب على صوتها يا أبا الفضل العباس وفي تلك اللحظة التي كانت قد أوشكت فيها على الغرق ظهر لها فارس من وسط أمواج البحر وقال لها هيا تمسكي بركابي وقفزي ورائي فقالت له العجوز ولماذا لا تمد إلي يدك فقال لها ومن أين لي اليدان حتى أمدهما فقد كانت يده مقطوعتين وهنا ضج الجمهور بالعويل والبكاء وعندما أتممت شرحي للعلامة الشيخ النجف آبادي قال لي اجلس إذن أشرح لك أساس هذه الحكاية قال في أحد الأيام وبينما كنت حاضرا في أحد المجالس الحسينية في بازار إصفهان قرب مدرسة الصدر القصة أو القصة جرت قبل زمانه وهو إنما ينقلها من مصادر موثوقة عند هذا بين قوسين طبعا وقد كان مجلسا حسينيا من الوزن الثقيل لا يحضره إلا كبار علماء أصفهان ومن بينهم العلام الكبير المرحوم الحاج مل اسماعيل الخاجوي أو الخاجوي مار الذي كان حاضرا أيضا في ذلك المجلس وإذا بواعظ حسيني معروف ينقل لنا هذه القصة حيث قال كنت أنتظر دوري ضمن قائمة الوعاض المتعددين الذين ينبغي عليهم قراءة التعزي الحسينية على التوالي حتى يحين موعد الظهر واستمع إلى الوعاض الذين سبقوني وأتابع باهتمام قدرتهم على إبكاء الناس وشدهم إلى المنبر إلى أنحان دوري وكنت أفكر بطريقة أنافس بها الوعاض فلم يخطر على بالي شيء حتى جاءتني هذه الفكرة فاختلقت هذه القصة من أندياتي وبذلك كسرت الرقم القياسي في البكاء ويضيف هذا الوعاض لكنني عندما ذهبت عصر ذلك اليوم لأحضر مجلسا حسينيا آخر وبينما أنا أنتظر دوري رأيت أن الوعاض الذي سبقني ينقل هذه القصة وقد أغرق الناس بالبكاء أيضا وهكذا إلى أن صارت تكتب أو تكتب شيئا فشيئا في كتب التعازي الحسينية بل وتطبع أيضا نعم أيها الحضور الكرام فعندما نقول بأن قضية الحسين قضية خاصة تختلف عن بقية القضايا وأنه يجوز لنا استخدام الوسيلة التي تعجبنا حتى نبكي بواسطتها الناس فإن هذا الوهم أو نبكي فإن هذا الوهم وهذا الخيال الكاذب والخطأ الفادح المعشش في أذهاننا يصبح بحد ذاته عاملا ودافعا كبيرا لحصول الاختلاق والتزوير المرحوم الحاج نوري صاحب كتاب اللؤلؤ والمرجان هذا الرجل أعتقد العظيم أستاذ المرحوم الحاج الشيخ عباس القمي والذي يرجحه العلماء على الشيخ عباس القمي بل إن هذا الأخير ومعه آخرون أيضا يشهدون له بأنه كان رجلا متبحرا بشكل فريد في العلوم ورجلا ذاتقوى يقول هذا الرجل في كتابه المذكور بأنه إذا كانت الغاية تبرر الوسيلة فعلا فأنا باستطاعتي أن أقول ما يلي لما كان أحد أهداف المؤمن إدخال السرور إلى قلب أخيه المؤمن وبما أن أخي المؤمن هذا يسر كثيرا لسماع الغيبة فيكون إذن من واجب اغتياب الناس أمامه حتى يسر كثيرا وبذلك أكون قد حققت هدفا من الأهداف الإسلامية على متى تعجو وإذا ما اتهمت بأنني قد ارتكبت المعصية أنفي ذلك وأقول بأن هدفي كان مقدسا حيث أني اغتبت الناس بهدف إدخال السرور على قلب أحد المؤمنين ثم يذكر الحاج نوري مثالا آخر في كتابه عندما يقول بأن يأتي أحدنا مثلا ويقبل امرأة غريبة ولما كان هذا العمل حراما ونحن بدورنا سنستنكر عمله هذا فكيف به إذا أجابنا أيضا بأنه إنما أراد من وراء عمله هذا إدخال السرور إلى قلب إحدى المؤمنات وهكذا دواليك حيث يمكن بذلك تبرير أعمال الزنا واللواط وشرب الخمر وغيرها فأي غوغاء هذه وما هذا الحديث المخرب للشريعة والله والله إنه عمل مخالف لأقوال الحسين عليه السلام وأعماله فكيف يجوز لنا عمل كل شيء من أجل إبكاء الناس في المجالس الحسينية فالحسين استشهد من أجل رفع كلمة الإسلام ولواء الإسلام أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وجاهدت في الله حق جهاده لقد قتل الإمام الحسين حتى تبقى سنن الإسلام حية وتعاليم الإسلام وقوانينه خالدة لا أن يكون مقتله حجة وتبريراً لمخالفة تلك السنن والاستهتار بها إننا بهذه الأعمال خلقنا من الحسين صورة المخرب والعياذ بالله والعياذ بالله فالحسين عليه السلام الذي نرسمه نحن في مخيلتنا هو ذلك الحسين المخرب والمهدم للإسلام هناك قصة أخرى يذكرها الحاج نوري في كتابه أيضاً حيث يقول فيها إن أحد طلاب الحوزة الدينية في النجف وهو من أهل يزد ذكر لي مرة ما حدث له وهو في الطريق إلى خراسان عبر الصحراء في إحدى رحلاته مشياً على الأقدام إذ قال كنت قد توقفت في إحدى الليالي في قرية من قرى نيشابور ولما كنت لا أعرف محلاً للاستراحة قررت الذهاب إلى مسجد القرية وفي تلك الليلة كان من المقرر أن يصعد الإمام إلى المنبر لوعظ الناس عن المناسبة الحسينية ولما بدأ قارئ التعزية بالقراءة إذا بي أرى فراش المسجد يأتي بكمية من الحجر والحصة ويعطيها إلى الإمام القارئ الذي ما انشرع بقراءة التعزية حتى أمر بإطفاء الأضواء وبدأ الحجر والحصة يتساقط على رؤوس الناس ثم تعالت أصواتهم وارتفع صراخهم ونحيبهم وبعد ذلك بقليل عادت الإنارة إلى المسجد وانتهت التعزية وعندما رأيت الناس يخرجون من المسجد وهم يبكون وآثار الجراح على رؤوسهم فعجبت كثيرا مما رأيت وذهبت إلى إمام الجماع وسألته عما جرى والهدف من وراء ذلك فأجابني بأن هؤلاء الناس الذين شاهدتهم الآن قد عملت معهم المستحيل حتى يبكوا على الحسين ففشلت مما دفعني في النهاية إلى اختيار هذا الأسلوب باعتباره الأسلوب الناجع الوحيد لإبكائهم حتى يكسبوا الأجر والثواب الكثير وهذا يعني أن الغاية تبرر الوسيلة بعبارة أخرى من أجل الحصول على الثواب والبكاء على الحسين نستطيع عمل أي شيء لتحقيق هذا الهدف حتى ولو كان ذلك لا يتحقق إلا بضرب الناس على رؤوسهم بالحجارة هذا هو العامل والدافع الخاص الذي قلنا أنه السبب في حصول التحريف والاختلاق والتزوير في هذه القضية المقدسة عندما يلقي المرء نظرة عامة على التاريخ سيرى بوضوح حجم التحريف والخيانة التي لحقت بهذه الواقع وأقسم بالله لقد كان كلام الحاج نوري صحيحا ومنطقيا عندما قال بأن من يريد أن يبكي على الحسين اليوم ينبغي عليه أن يبكي أولا على هذه التحريفات وهذا المسخ وهذه الأكاذيب التي ألصقت بهذه الواقع هناك كتاب مشهور باللغة الفارسية حول الملحمة الحسينية اسمه روضة الشهداء لمؤلفه الملا حسين الكاشفي الذي يتناوله الحاج نوري في كتابه أيضا ويقول إن قصة زعفر الجني وعرس القاسم مثلا ظهرت لأول مرة في الكتب على يد الملا حسين الكاشفي هذا وأنا قبل أن أرى الكتاب تصورت أنه لا يحتوي إلا على مثال أو مثالين من هذه التحريفات ولكنني بعد أن اطلعت عليه اكتشفت بأنه كتاب مخصص للأكاذيب والتحريف والتزوير حول واقعة كربلاء التاريخية وهذا الكتاب قد كتب بالفارسية قبل 500 عام تقريبا ومؤلفه الملا حسين هذا رجل متعلم وله تأليفات أخرى وصاحب مؤلف الأنوار السهيلية إنك في الواقع عندما تبحث عن تاريخ هذا الرجل تعجب منه ولا تعرف بالضبط هل كان شيعيا أم سنيا مثلا فقد كان يتلون كالحرباء فهو شيعي 100% عندما كان يذهب إلى الشيعة ويتحدث إليهم ويعيظهم وحنفي سني عندما كان يتنقل بين السنة إنه من أهل سبزوار المعروفة بأنها أحد مراكز التشيع في بلاد فارس آنذاك وأهلها كانوا متعصبين أيضا لمذهبهم فهو شيعي متعصب إذن من سبزوار وسني حنفي عندما كان يذهب أحيانا إلى مدينة هارات الأفغانية لزيارة صهره عبد الرحمن جامي إنه من قراءة تعزية ومن أهل المنابر المعروفين أيضا في مدينة سبزوار توفي حوالي عام تسعمائة وعشرة هجرية أي أواخر القرن التاسع أو أوائل القرن العاشر الهجري وأول كتاب تم تأليفه بالفارسية باسم مراثي الحسين كان هذا الكتاب لإسم روضة الشهداء والذي ألفه الملا حسين الكاش في هذا وقبل أن يظهر هذا الكتاب كان الناس يعودون إلى المصادر الأصلية للشيعة فيما يعود لهذه الواقعة فالشيخ المفيد مثلا كتب بخصوص واقعة الطف مؤلفا مهما وهو الإرشاد ونحن لو عدنا في مطالعاتنا إلى هذا الأثر الهام للشيخ المفيد رضوان الله عليه كما يقول هو لما بقيت لدينا حاجة للاستعانة بمؤلفات أخرى بهذا الخصوص إنه كتاب متقن ونفيس ثم إن هناك الكثير من أهل السنة أيضا ممن كتبوا عن واقعة الطف منهم الطبري وابن الأثير واليعقوب وابن عساكر والخوارزم إن المرء لا يعجب من هذا الرجل وعدم إنصافه فعند مراجعتك لكتابه المذكور سترى حتى الأسماء الواردة فيه مختلفة فهو يذكر أسماء أصحاب وأنصار للحسين لا وجد لهم في واقعة كربلاء وكذلك الأمر في أسماء معسكر العدو إنه يذكر قصصا وحكايات عن الواقعة أشبه ما تكون بالأساطير ولما كان هذا الكتاب أول كتاب يتعرض لواقعة الحسين التاريخية باللغة الفارسية لذلك فإن قراء التعزية والذين هم غالبا ما يكونون من الأميين ممن يجهلون اللغة العربية فإنهم كانوا يتناولون هذا الكتاب ويقرؤون منه مباشرة في المجالس الحسينية ومنذ ذلك الوقت صارت المجالس الحسينية تعرف عندنا بإسم روضة أي قراءة الروضة بدلا عن قراءة التعزية وهذا الاصطلاح لم يكن واردا في أي يوم من أيام الشيعة قبل ظهور كتاب هذا الرجل لا في زمن الإمام الحسين ولا الإمام جعفر الصادق ولا الإمام العسكري عليه السلام وكذلك هو الأمر في زمن كل من السيد المرتضى أو الخواجة نصير الطوسي فهذا الاصطلاح لم يظهر بين الشيعة إلا منذ خمسمائة سنة وعليه فإن مجالس الروضة المعروفة لدينا في إيران تعني قراءة كتاب روضة الشهداء للملة حسين الكاشفي أي قراءة كتاب الأكاذيب والوضع والتحريف ومنذ أن وقع هذا الكتاب بأيد الناس لم يعد أحد يراجع أو يطالئ حقيقة واقعة الطف ثم بعد ذلك ظهر علينا قبل حوالي ستين أو سبعين عاما المرحوم مل أقا الدربندي وقام بجمع كتاب روضة الشهداء مضيفا إليه بعض القصص الأخرى وألف كتابه المعروف أسرار الشهادة وإنني يجب أن أقول الحقيقة بأن محتويات هذا الكتاب تدفع الإنسان للبكاء على الإسلام ويذكر الحاج نوري أيضا أنه جاء يوما أحد قراء التعزية من أهل الحلة إلى الحاج الشيخ عبد الحسين الطهراني في الوقت الذي كنا فيه نحضر درس هذا الشيخ الكبير وأخرج قارئ التعزية المذكور من جيبه كتابا باسم مقتل الحسين وعرضه على الشيخ للتأكد من قيمة الكتاب ومدى صلاحه لقراء التعزية الحسينية وكان كتابا لا أول له ولا آخر سوى أنه ورد في موضع منه أن العالم الفناني من أهل جبل عامل كان من تلامذة صاحب المعالم فأخذ الشيخ الطهراني رحمه رحمة الله عليه الكتاب ليطالعه وعندما ذهب فعلا وطالع أحوال ذلك العالم اكتشف أنه لم يصدر عن العالم المذكور يوما ولا عرف عنه أنه ألف كتابا بهذا الاسم ثم أخذ يطالع الكتاب وإذا به يكتشف بأنه ليس سوى كتاب مملوء محشوب الأكاذيب فجاء إلى ذلك الواعظ الحلي وقال له إياك أن تعرض هذا الكتاب مرة أخرى على أحد فإنه كتاب مملوء بالأكاذيب ولا يجوز النقل منه بتاتا وهو ليس من تأليف ذلك العالم المذكور أصلا وهنا يضيف الحاج نوري فيقول عندما وقع هذا الكتاب بيد صاحب أسرار الشهادة قام بنقل كل مواضعه كما هي دون استثناء ويذكر الحاج نوري حكاية أخرى مؤثرة عندما يقول بأن أحدهم بهب يوما إلى المرحوم صاحب المقامع وقال له بأنه قد رأى مناما موحشا في الليلة الماضية ولما سأله عن المنام قال رأيت نفسي وأنا أقطع لحم الحسين عليه السلام بأسناني فصار السيد يرتجف وبعد أن أطرق برأسه إلى أسفل وأخذ يفكر قليلا قال له لعلك كنت من قراء التعزي فقال له الرجل نعم هو كذلك فقال له السيد إذن ينبغي عليك ترك هذه المهمة من الآن فصائدا أو أن تعود إلى المراجع والمصادر الصحيحة حول واقعة الطف إذ أنك بالأكاذيب التي تنقلها على المنبر تبدو كأنك تقطع بدن الحسين عليه السلام بأسنانك وقد كان هذا من لطف الله عليك إذ جعلك ترى هذه الرؤية حتى تعود إلى الحق وتسترشد بكتب الصالحين إن من يقرأ أو إن من يقرأ تاريخ عشرة يراه من أكثر التواريخ المليئة بالمصادر الصحيحة والوثائق المعتبرة والحية يقول المرحوم أخوند الخراساني أو الخراساني مخاطبا أولئك الوعاظ وقراء التعزية الذين يبحثون عن الجدة والانفراد في قراءة تعزية لم يسمع بها أحد من قبل ماذا يقول فليذهب هؤلاء الوعاظ ويستخرج التعازي الحقيقي للحسين عليه السلام فإن جمهورنا لم يسمع بها حتى الآن وليقرأوا خطب الإمام في مكة أو في الحجاز بشكل عام ثم في الطريق إلى كربلاء نفسها أو ليقرأوا الخطب التي نطق بها أصحاب الحسين عليه السلام بالإضافة إلى الحوار الذي كان يجري بينه عليه السلام وبين أصحابه والرسائل المتبادلة بينه وبين أنصاره وكذلك الرسائل المتبادلة بين أطراف معسكر العدو هذا علاوة على تعليقات من حضر واقعة عاشوراء وبقي حيا بعد الواقعة الوارد على لسان الصديق أو العدو فهناك ثلاثة أو أرمع من أنصار الحسين حضروا المعركة وظلوا أحياءا ونقلوا وقايعها ومن بينهم العبد لمولاه بن سمعان الذي خرج مع الحسين من مكة وسجل في رأسه كل ما حصل أمامه أعتقد طوال الرحلة حتى يوم العاشر من محرم حيث اعتقل من قبل العدو ثم أطلق سراحه عندما قال لهم بأنه ليس إلا غلاما وعبدا من العاملين عند سيده الحسين عليه السلام وفي معسكر العدو أيضا كان هناك من سجل وقايع المعركة وظل حيا بعد انتهائها وهو حميد بن مسلم الذي يمكن اعتباره بمثابة المرافق الأساسي لعمر بن سعد ثم إن أحد شهود المعركة شخص الإمام زين العابدين عليه السلام الذي أعتقد عاصر أو فرأى كل وقايع المعركة والقبايا المحيطة بها وفي الحقيقة إن المرء لا يجد نقطة غموض واحدة في تاريخ الإمام الحسين عليه السلام من المؤسف هنا أيضا القول بأن الحاج نوري نفسه ينقل لنا رواية محرفة ومختلقة حول الإمام زين العابدين عليه السلام وهي الرواية التي تقول بأنه لما لم يبقى للحسين من أنصار قام الإمام بزيارة خيمة الإمام زين العابدين عليه السلام بغرض الوداع فقال له زين العابدين عليه السلام يا أبي العزيز إلى أين وصل بك المطاف مع هؤلاء؟ أي أن الإمام زين العابدين كان يجهل حتى تلك اللحظة ما جرى لأبيه فقال له إنها الحرب يا بني فقال له زين العابدين وماذا حل بحبيب بن مظاهر؟ قال قتل وزهير بن القين قال قتل وبرير بن خضير قال قتل وهكذا بقية أصحاب وأنصار الحسين عليه السلام ومن ثم صار يسأله عن بني هاشم وأين القاسم بن الحسن؟ قال قتل وأين أخي علي الأكبر؟ قال قتل وأين عمي أبو الفضل عباس؟ قال قتل إن هذه الرواية تحريف وكذب وتزوير فالإمام زين العابدين عليه السلام لم يكن إلى هذا الحد مريضاً وفاقداً للوعي والعياذ بالله حتى يكون غير قادر على متابعة أخبار المعركة إن التاريخ يكتب لنا بأنه عليه السلام هو هو في تلك الحال قد ذهب إلى عمته زينب وقال لها عمته أعطني عصاي وسيفي لأذهب وأقاتل دون الحسين وأن الذي نقل هذا القول هو شخص الإمام زين العابدين نفسه إذن فلنتب إلى الله والحقيقة أنه لا بد لنا من التوبة والعودة عن هذه الجرائم والخيانات التي نرتكبها بحق أبي عبد الله الحسين عليه السلام وبحق أصحابه وأعوانه وأهل بيته لأننا بأعمالنا هذه نجردهم من كل عزتهم وفخرهم لا بد لنا من التوبة والسعي للاستفادة من هذه المدرسة التربوية الحسينية الفبة ما الذي ينقص العباس بن علي حتى نحتاج إلى خلق الأساطير حوله ألا تكفي مواقفه البطولية الشجاعة التي ترويها لنا المقاتل الحسينية المعتبرة إن الروايات تؤكد جميعها على أن العدو لم يكن يريد إلا الحسين كما أن الإمام نفسه أكد ليلة العاشر بن محرم على هذا الموضوع عندما قال لأصحابه بأن الأعداء لا شغل لهم إلا معي وإذا ما قتلوني فإنهم سوف لي يلاحق أحدا يقول الراوي عندما أراد شمر بن ذي الجوشن التحرك من الكوفة إلى كربلا كان هناك رجل في مجلس ابن زياد فعرض له أن له أقرباء من طرف أمه في معسكر الحسين والتمس من ابن زياد أن يكتب لهم أمانا ففعل كان الشمر من قبيلة يجمعها إلى قبيلة أم البنين نسب بعيد وفي عصر اليوم التاسع من محرم اقترب الشمر اللعين من خيمة الحسين عليه السلام وصاحب أعلى صوته أين بن أختنا وقد كان أبو الفضل عليه السلام وإخوته موجودين إلى جانب الحسين عليه السلام غير أن أحدا منهم لم يجبه بكلمة واحدة إلى أن طلب منهم الإمام الرد عليه قائلا أجيبوه وإن كان فاسقا فردوا عليه حينئذ قائلين ما تقول؟ قال لقد جئتكم بهدية كريمة وبشرى سارة لقد أتيت لكم بالأمان من الأمير عبيد الله بن زياد إنكم أحرار إذا ما رحلتم الآن وإني أتعهد لكم بالأمان والسلامة لأرواحكم ولكن كيف كان موقفهم؟ لقد قالوا له لعنك الله ولعن أميرك بن زياد ولعن أمانك أن نترك إمامنا وأخانا لأننا أحرار نستطيع الذهاب حيث شئنا بموجب الأمان الذي أتيتنا به وفي ليلة العاشر المحرم كان أبو الفضل عباس أول من أعلن ولاءه وإصراره على الثبات والبقاء مع الحسين عليه السلام حتى آخر لحظة بعيدا عن المبالغات الحمقاء التي ترد في الأساطير ونستطيع القول بأن الشيء الذي يؤكده لنا التاريخ هو أن أبو الفضل العباس كان رجلا رشيدا جدا وشجاعا جدا ومقداما جدا وبهي طلعة جميل القد والقامة حتى أنهم سموه قمر بن هاشب إنها الحقيقة التي لا تجحد وهذا ليس بالأمر العجب فهو ابن علي بن أبي طالب إن قصة أمه المعروفة قصة حقيقية وهي أن علي عليه السلام كان قد طلب من أخيه عقيل بأن يختار له امرأة ولدتها الفحولة وهكذا فعل عقيل بالفعل عندما اختار له أم البنين قائلا هذه هي المرأة التي طلبتها من أجل أن يتحقق هدفه الذي أراد لتلد لي فارسا شجاعا وقد تحققت آماله بالفعل في أبي الفضل العباس عندما يحين يوم العاشر بالمحرم وكما تقول إحدى روايتين يتقدم أبو الفضل العباس ويخاطب أخاه قائلا أخي العزيز أتسمح لي أيضا أن أبارزهم فقد ضاق صدري ولا أستطيع الصبر والانتظار أكثر من ذلك أريد أن أفديك بروحي الآن لست أدري ما هي المصلحة التي جعلت الحسين عليه السلام يجيبه فأبو عبد الله أعرف منا بذلك إذ قال له الآن وقد قررت الذهاب فاذهب إذن لعلك تأتي ببعض الماء لأبنائه إن لقب السقا أو سقا كان قد أعطي لأبي الفضل قبل يوم العاشر لأنه في الحقيقة كان قد شق صفوف العدو لأكثر من مرة أو لأكثر من مرة في الليالي التي سبقت يوم العاشر وأتى بالماء لأهل الحسين وعياله إنه ليس صحيحا بأنهم لم يذوقوا طعم الماء لثلاثة أيام متوالية كما يدعي أصحاب الأساطر صحيح إنهم كانوا قد منعوا من الوصول إلى الشريعة لكنهم بفضل العباس استطاعوا الوصول إلى الشريعة وجلب الماء إلى سيما ليلة العاشر من محرم حيث أنهم استطاعوا لإغتسال في تلك الليلة نعم سيدي ومولاي قال له أبو الفضل تصوروا ذلك المنظر العظيم تصوروا تلك العظمة وتلك الشجاعة والبطولة بل الإنسانية والشرف الرفيع والمعرفة ودرجة التضحية بمفرده يقتحم الجموع إن عدد الجموع التي كانت تحاصر الشريعة كانت تقدر بأربعة آلاف رجل لكن الفارس تمكن رغم ذلك من الوصول إلى الفرات واقتحم بفرسه الماء وهذا ما يجمع عليه الرواة وكان أول عمل قام به هو أن ملأ القربة التي كان يحملها بالماء ووضعها على كتفه في تلك الأجواء الحارة والعطش الشديد وفي ظل حالة الحرب التي كان يعيشها ينحني أبو الفضل وهو راكب على فرسه والماء قد غطت جزء الأسفل من الجواد ويمد يديه ليملأها بالماء ثم يقترب بعده أو بهما من شفتيه المقدستين ولكن أولئك المراقبين الذين نقلوا فيما بعد أحداث الواقعة يقولون بأنه في تلك اللحظة بالذات شمرت أو لا أدري تسمرت عفوا يداه وبعد لحظة تأمل أو بعد لحظة تأمل رأيناه قد رمى الماء من يديه إلى الفرات ولم يشرب بل انطلق في طريق العودة ولم يعرف أحد سبب تلك الحركة من أبو الفضل لكنه لما تحرك عائدا من حيث أتى قال شعرا يخاطب فيه نفسه وفيه يتبين للمر سبب عدم شربه للماء في تلك اللحظة يقول أبو الفضل يا نفس من بعد الحسين هوني فبعده لا كنت أن تكوني هذا الحسين شارب المنوني وتشربين بارد المعيني والله ما هذا فعال ديني ولا فعال صادق اليقيني هيهات أن أشرب الماء والحسين مقبل على الشهادة لقد بدل العباس طريق العودة فهو قد جاء إلى الشريعة من أقصر الطرق المستقمة ولكنه فضل العودة من وسط النخيل لأنه كان يعرف قيمة الأمانة التي يحملها معه وبالفعل فقد كان كل همه أن يوصل قربة الماء سالمة إلى أطفال الحسين عليه السلام لأنه كان من الممكن جدا أن تتعرض القربة إلى الرماح التي تمزقها وتسكب ماءها على الأرض وبينما هو على تلك الحالة الحماسية المؤثرة إذا به يبدل شعره مما يعني أن حادثا ما قد وقع لأب الفضل حيث صاح يقول والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقيني نجل النبي الطاهر الأميني وما هي إلا لحظات حتى تغير الشعر من جديد فإذا به يقول يا نفس لا تخشي من الكفار وأبشري برحمة الجبار مع النبي السيد المختار قد قطعوا ببغيهم يسار وكما يفهم من هذا الرجز فإن يده اليسرى قد قطعت أيضا ويذكر الرواة هنا بأن أبا الفضل العباس قد تمكن من خلال فروسيته ومهارته الخاصة من الاحتفاظ بالقربة بين ظلوعه وبالتالي إدارتها يمينا وشمالا من أجل الوصول إلى الهدف المنشود وأنا لا أستطيع أن أشرح لكم ماذا حصل في ذلك اليوم مع أبا الفضل لأن الذي حصل يفطر الأكباد ومن المعروف أن ليلة العاشر بن محرم مخصصة لذكر مصيبة هذا الرجل العظيم لقد كانت أم البنين والدة أبا الفضل العباس لا تزال على قيد الحياة في واقعة عشراء لكنها لم تكن حاضرة في كربلاء وإنما كانت في المدينة ولما أخبروها بأن أولادك الأربع قد استشهدوا جميعا في واقعة كربلاء صارت تلك السيدة الجليلة تأتي إلى مقبرة البقيع وترثي أولادها هناك وكما يذكر الرواة فإن رثاءها لهم ونوحها عليهم بأبيات الشعر كان مؤثرا إلى درجة بحيث أن كل من كان يستمع إلى الرثاء كان يبكي ويفقد القدرة على تمالك نفسه وقد صدق هذا الأمر حتى على مروان بن الحكم وهو العدو اللدود لألي البيت لقد كانت تذكر في رثائها أحيانا أولادها الأربع معا لكنها في أحيان أخرى كانت تخص بالذكر ولدها الأرشد أبا الفضل العباس والعباس بن علي عليه السلام كان بالفعل ولدها الأرشد إن من ناحية السن وإن من ناحية الروحية والكمال النفسي وأقرأ لكم الآن هذه الأبيات التي أتذكرها من هذه السيدة الجليلة تقول أم البنين في مرثيتها التي تفطر الأكباد العرب بين القوسين يقول العرب على العموم مشهورون في رثائهم المحزن والمؤثر جدا هذا بين القوسين طبعا يقول الشعر هو يا من رأى العباس كر على جماهير النقد ووراءه أبناء حيدر كل ليث ذي لبد ونبئت أن ابني أصيب برأسه مقطوع يد ويلي على شبلي أمال برأسه ضرب العمد لو كان سيفك في يديك لما دنى منك أحد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على محمد وآله الطهرين انتهت المحاضرة الثانية تتبعها إن شاء الله المحاضرة الثالثة وهي مهمة جدا تسمى التحريفات المعنوية لواقعة كربلاء تسمى التحريفات المحاضرة الثالثة